ازايكم? عاملين ايه يا ربكم بخير? وفي احسن حال النهاردة جايلكو فيديو جديد ان شاء الله يا رب ينقول اعجابكم. النهاردة بقى قمت كده تشجعت وتنشطت وقلت يلا يا بيت يا فوفة شهيسيهم كده يلا. مم بقى يا احلى اخوات في الدنيا تنسوش اللايك الجميل والكومنت الحلو اللي بيسعد قلبي ربنا يا سعد قلوبك يا رب. وطبعا فعالوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوكو كل جديد ان شاء الله. قمت كده تنشطت وتشجعت كده وكان يومنا الحمد لله كله خير والحمد لله. طبعا مبارح انا طبعا بعت ازرلكو كلكو والله الناس اللي كتبت لي كومنتات كتير بعد ما نزلت الفيديو. اه كنت بقول لكو اثناء الفيديو مبارح ان انا عايز اشوف الهدوم منزل اجيبها هدوم العيد وكده كل سنة وانتو طيبين. فقلت لكو هشوف نفسي والكلام ده كله عايز اقول لكو يعني الجنينة جات لي وانزلت الحمد لله. اه فطبعا انا مردتش على الكومنتات وانتو عارفين انا بحب ان انا ارد عليكو والله اكتريت الكومنتات مقدرتش ان انا ارد عليها لما رجعت وكنت راجعة عبينة جدا جدا. فانا بعتزر لكو والله. انا بحبكو جدا وبحب ارد على كلامكو الحلو. وانبارح انتو يعني والله العظيم كنت مبسوطة جدا جدا اكتريت الكومنتات كلها دو عليا. دعوتكو الحلوة دي ات ربنا يخليكو لي يا رب. فاتفاجئتي يعني اكتريت الكومنتات البارح كانت كلها اه بتدعي الوفاء. فربنا ما يحرميش منكو ابدا يا رب. وربنا يا سيد ايامكو. اه المهم بقى نزلت الحمد لله جبت الهدوم زي ما قلت لكم عايز اقول لكم هم كده وتشال من على قلبي. تفرحت جدا جدا. عايز اقول لكم جبت باسعار حلوة رغم ان فيه اسعار عالية مش هقول لكم لا. بس انا جبت اسعار مع اولى. وان شاء الله حضر لكم الفيديو كده بتاع مشتريات العيد. ونفرح كده ايه? وتقولولي ايه رأيكم? المهم بقى يا احلى اخوات في الدنيا ده بداية الفيديو معايا. حطيت لك كده مقاطع بسيطة من قلب الحدس كالعادة. اول ما بخش بحب اعمل ايه? العصير. تمام? تمام. الكيس اللي هو الطمر ده انا اول مرة ان انا جربه وكنت قلقانا منه. لاني ساعات بيجي كده بياش تعمه قدي كده. المهم النوع ده كان تعمه حلو جدا. آآ قلت بعمل لهم كده طمر انا بحب طبعا اعمل لهم ايه? نوعين كده من العصير على على الفطور. عشان طبعا هما بيركزوا مع العصير قويين. فعملت لهم كده طمر النهاردة. اهو. وبعد كده طلعت كسة جوافة من اللي احنا مفرزينه مع بعض. طلعت قصدي طبقة جوافة من اللي احنا مفرزينه مع بعض. الناس بقى اللي بتقول لي ايه? وفاة انا بفرز الجوافة بتطلع صمرة معي وبتصمر كده ومش قد كده. لأ. بصي هي مفهاش اصلا اي افتكاسات. انا نضفتها وقطعتها. وآآ شلتها معاكم. بس مفهاش حاجة اللي بتسوده ولا اي حاجة بتبقى زي الفل. المهم آآ عملت شفشق كده عصير من الجوافة. حطت لابن وشوية سكر ومية ويلا بقى بتفوف. اهو. بقولكو طريقة الجوافة كن موضوع كبير قوي. خلاص على كده كده. خلاص كده يبقى انا آآ خلصت العصير. طبعا بدخله بقى التلاجة بابتدي اشوف ايه اللي وراي. عيالي بقى كانوا طلبين مني قطايف. تمام? انا طبعا بعمل عجلت القطايف في البيت. بس ايه اليوم ده? انا اشتريت القطايف من برا لاني كنت مستعجلة. خلتي مستعجلة. المهم حطيت كبايتين سكر على كبايتين مية. وحطيت آآ كيسة فانيليا. وعصرة لمونة. وقلت احط الشربات كده على النار. ياخد ويدي بشكل ويدي مع نفسه. وبال ما نشوف القطايف دي. طبعا في يوم ان شاء الله كده. انا طبعا كنت بعمل معاكم القطايف ديت آآ يعني من زمان يعني من بدر قوي. بعمل العجينة بتاعتها معاكم. بس انا مستعجلة فبعدت جبتوا طباقين كده. وقلت اعملهم لعيالي بدلا مفضل اقول لهم ايه اه مش فاضية مش فاضية كده. بس ان شاء الله هعملها معاكم يعني قريب. العجينة بتاعتها بتبقى اجمل كمان من اللي انت مشتريها من برا دي. انا هنا حطيت شوية مكسرات كده. آآ حطيت شوية عين جمل على شوية بندق على شوية لوز. وشوية سوداني. وقلت اكسرهم بالطريقة ديت لان انا عايزاهم يكونوا خشنين كده شوية. يعني هم بياكلوا القطايف يكونوا محسين بالطعم. انا طبعا عاملة معاكم البطرمون المكسرات ده بس هو ناعم جدا. فاخد منه بس شوية كده على الشوية دول. وقلت لهم خلطة بيتها كده محترمة. في جوز هند وفي زبيب يعني. وهي حطيت معلقتين سكر وعملنا الحشو بتاع القطايف. وطبعا دي التاني حاجة ببتدي يعني ببتدي بيها في يومي لما بكون دخل المطبخ. عامل المشروبات وبعد كده لو هعمل حلوة عامله وبعد كده ببتدي ايه الاكل بتاعنا. انا ببقى ايما مبسوطة وفرحانة اصلا في رمضان بحب اول اليام ديت. يعني عارفين في اليام العادية ببقى ايما زومبي مش طايقة نفسي. لكن في رمضان لأ بحب بقوم اقف وعمل كده وانا صايمة بحس كمان ان انا كده عندي روح. يعني وانا صايمة بحس ان انا عندي روح. بعد الفطار تلاقوني لأ مش بقى انتخة كده ومش قادرة شوية. المام ايه انا قلت هعمل لهم شوية كده بالمكسرات كده بالحشو ده. وشوية كده هقفلها لهم رصة تقفيلة ان ايه? عايزين يكلوها بشوكولاتة يعني. فقلت عمل لهم ده وعمل لهم ده. هنا بقى رحت كده على على البوتجاز. اهو. حطيت بقى زيت كده في طوصة. هنا خلاص العسل ده انا كنت قربت اطفع ليه. هنا فضيت الزيت زيت وصرفها ومكلفة. صرفها ومكلفة هو. طبعا حبيبي اللي دخلوا جديد وعرفوني على نفسهم والله شرف ليه وجودكم وتشكلها لكلامكم جميل. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. اه هنا بصوا بقى القطيف ديات بصوا اهي. بقفلها نصها كده. وبقليها على كده على الشكل ده. عشان اه هحشيها شوكولاتة ومن بعد ايه مقليها. وبعد محمرها يعني. هنا بقى بترماني الشوكولاتة ده كان اخر كده كان علاقة فيه فقلت هيقضوا الغرض. عملت يعني حبة القطيف على قديب الزبط. تمام تمام. هنا بقى اللهم صلى على النبي يا ربي كده. آآ مسكت كده القطيف. اهي وبتديت ان انا آآ احمرها. اهو. تمام كده. طلعتها على طول على العسل. وطبعا بحط جنبي كده مصفة. اني اطلحها فيها مايبقاش العسل يعني كتير فيها. والباقي بقى هبتدي ان انا نزله كده. انا طبعا بعمل كمية كبيرة عشان تقعد معايا يومين ولا حاجة. هما بيحبوا يطلعوا من الطلاجة ويأكلوا منها عادي. اهو. على طول في المصفة الامر ديت كده. كان فيه واحدة راجعة للزيت تاني وابتلا انت راحة فين? انت راحة فين انا شايفاك. تعالي هنا. تعالي هنا انا شايفاك. خلاص كده. هنا بقى بابتدي اطلع الباقي برضو على الشربات على طول. اهو. حطيتهم بقى في طبع عشان ابتدي اشكلهم. بصوا. ارمشة كده وجميلة كده. امر امر امر. اه جبت بقى الحابة اللي انا هحطي فيهم الشوكولاتة دول. وابتديت ان انا اشكلهم بالطريقة ديت. اهو. الله عليك يا بتشافف. ايه يا دي الام الحنونة الصغنونة. صعب تبقى شعنونة مش هقولكو لأ. اه سكوتوا بقى انا مبارح نزلت. طبعا كنت بقولكو انا مش مش حاسة كده النز علينا ومش حاسين برمضان مش عفى في ايه. مبارح لما نزلت جبت الهدوم انا كنت مبسوطة وفرحانة فرحة الدنيا. كان فيه بقى فرحة كده وانت بتشتري الملابس للعيال وفرحة العيال اصلا بالدنيا. آآ والمحلات بصوا موت. موت. اخطوكو كتوقفة زي الفرق مبلول. او الله العظيم. انا ماليش في الزحمة خالص. فعم بارح الشوارع والمحلات نفسها موت. موت. فعمل اقول لي نفسي طب في نص رمضان الدنيا هتبقى عاملة ازاي النهار ابيض. عايز اقول لكو كده انا خلصت من الموضوع المهم جدا بالنسبة لي. اللي باشي لأم كل سنة. خلصت خلص. وجبت باسعار حلوة. انا عن نفسي مرضية بالاسعار دي ة الحمد لله. هبهركو. انا هبهركو سبر. هبهركو من الاسعار اللي انا بتاعة. وهقول لكم طبعا جايبها الحاجة منين وكده. بس هجهز لكم الفيديو ان شاء الله وهبقى نزله لكم. خلصت القطايف بتاعتنا الامر. عملت لهم طبق محترم كده. يعني بس ياكلوا ياكلوا بجران كمين. اهو. اعمل ايه تاني. عدني العب ولا معدنيش. اهو. وكده يبقى خلصنا الحلوة بتاعنا. ونخش بقى ايه? على فقرة الغدى. بيت يا ففة اتعملي النهاردة. والله يا جماعة بيني وبين كل عائل طلبين مني محشي بقى لهم يومين وانا زليهم. طيب. عملت ايه? طلعت لهم سمك. هي دي الام. للعائل يطلبوا منها شئ تعمل شئتين. ازا كان اعجبه. معلش. اعمليه طيب. انا حر. انا حر اعمل لانا عايزيه. بس هما كانوا طلبين مني محشي زي ما انا قلتلكم. تمام? تمام. فانا بقى عملة اقول ايه? لا عنزل امتى اجيب حاجات? وانا ورايا شغلينا وكنت شايلة هام اللبس زي ما قلتلكم والكلام ده كل. فافتكرت بقى انا عندي سمك فسهلة علي مش هجيب حاجة من تحت. فقلت لهم خلاص استحملوني ومرة الجاية بقى اعملكوا ايه محشي? لو اني انا مش حاسة برضو ان المرة الجاية محشي. ايه ده? ايه الامي دي يا جدعي? ايه الامي دي? خلاص كده انا فتحت السمك كده لسمك ده انا غسلها ومخليها زي الفل معيكو. كنت شايلة متفرس كده ونضيفه فلة. فتحت بس الجوانب بتاعته كده عشان بحبها ان هي تتحمر. كان عندي هنا شوية خلطة سمك. زودت عليها بس ايه عصرة لمونة كده. وبقت زي الفل كده معي وقلت ايه هدبل بها السمك. اه هي ما كملتش وعملت شوية دقة تاني بس ايه? قلت اخسارة يعني الحاجة في التلاجة زي الفلة عارميها. اهو. حتها بقى جميلة كده وفلة وكنت عاملها كمان بايه? بفلفل الوان. كنت ضربها في الكابة. بفلفل الوان اللي هو الاصفري كده. فحلوة قوي. مالوا السمك قولولي انتم مالوا السمك كله فيتامينات وابتاعات وحبشتكنات. خلصت كده وهنا بقى جبت ايه? قديت ان انا اعمل تدبيلة تاني كده بسرعة على السريع اكمل بيها السمكتين دول. اهو نخلص. لقد احنا جدعان اوه ما قولكيش. بس كده. اهو. يلا شجعوني اقول لي يا وفاق اعملي الفيديو بتاع مشتريات الايد عشان عشان عايزين نشوف الحاجة اللي جبتشيها. ايه وعواست عشوف ففاق بتعمليه. عشان بتشجع انا كسالية. عايز اقوم ان شاء الله اعمل لكم الفيديو يصور لكم الهدوم ومنتجه وكلام ده كله وزبطه وشوف هينزل امتى. ربنا سهل. وكده كملت بقيت السمك معيك اهو. حب انا فتح السمك بالطريقة دي بيبقى امر. هنا بقى شوية المكارونة دول رميت عليهم شوية الدقة وقلب قلب قلب وحدف في الطبقة. بهس كده. ايوه هشك هشك هشك. سبت بقى الطبقة على جنبي كده يتلاغلخ كده بالتدبيلة ديت شوية وقلت بقى شوية الموعين دول الموه. لم يا بيت يا ففة موعين. لمي. هاي وكده. هاي وكده. الفيديو ده بقى انا كنت عامل لكم امتى? مش فاكرة كنت عامل لكم امتى ما علينا. انا هقعد على ركز كتير هتا. آآ بس كنت قابلي برضك الفيديو ده قبل ما اجيب قبل ما اجيب المشتريات. قلت ازبطه لكم بقى. اهو. تمام كده. اينا بقى ايه? قلت اصابل الموعين. وخلاص منها. واخلي الحط بتاعي زي الفل معي. وبعد كده ابتدي نعمل الغداء بقى مع بعض. كان الغداء بتاعي بالنسبة لي سريعة خفيف ضريف كده يعني. بس شفتوا الام شفتوا الام اللي عيالها يقول له اعملي محشت ومع لهم سمك. اعملي كزا يا اعمل لك كزا. انا كده. آآ اهو. قلت بقى يلا خلاص يا بيت يا ففة. لامي موعين. لامي. عايز اقول لكم الشقة بتاعت الدربكت. يعني انا احنا لسه بنضافنها الرمضان. انت تخيلوا منظر عامل ازاي? كل يوم. كل يوم. على رأيهم طبع عندي بتقول لي والله يا وفاق يعني الشغل ما بيخلصت يا وفاق. نعمل يا وفاق الشام ما بتنضافش. والله يا اختي مين سمك? مين سمك? تعالي حطش غلبك على غلبي ونروح نطفش من الاسرة ديت. نعمل ايه? نطفش قريب. فالله المستعاني يعني هنعمل ايه? ربنا يقوينا ويعننا ونعمل كل حاجة يا رب. خلصنا شوية الموعين الامر اللي كانوا في الحط دول. وآآ ده بقى بصوا. كده منظر هدوء يعني غير العكنانة اللي كانت موجودة من شوية. تمام? كده. زبطنا التزبيط. لا ينور عليك يا بيت شفوف. خليت الحط امر امر امر. قلت بقى اروح بقى ابتدي اعمل السلطات. تمام? شفتو? شين بعقل كده وبنظام والدنيا تمام. عايز اقول لكم ان انا مسرع لكم الفيديو ده قوي كان اطول من كده. بس قلت مش مستهلة يعني. شوية حلوة على شوية غدا مش مستهلة يعني. قلت بقى اعمل شوية سلطة انا ملقيتش عندي الاخيار وطماطم. فقلت والله اللي اعمل بيهم برضك ايه? شوية. واختكو كان نفسها رايحة في الرايحة بتاعتي سلطة التحينة. فهدي يرجيكو لكم بتوحى. تاني? تاني هقول بتوحى ويقول لي انت حمل. فقلت برضك ايه? اعمل شوية سلطة التحينة شويتها. شوية حلوة شوية دي. آآ وبعد كده اللهم بصالة على النبي نبتدي بقى نزبط الغدب بتاعنا. اهو. بتاع المهم كده. طماطم ديك كانت بتبدأ تدبن فقلت انكزها كده ونكل هي. اهو. هنا كوبكة بصت لقوها جايبالي مش عارفة شوكولاتة تحطها لي. جايبالي فوتة تحطها لي جنبي هي اللي عملت حط حاجات جنبي كده وانا ايه? وانا بشتغل مجنينين يعني. حطيت بقى كمون ملح كده زبطت الصلاطة بتاعتي وشوية خل وتمام على كده. خش بقى ايه? على صلاطة التحينة. اهو. بقيت تدريد كده. عارفين حتى لو ما ممشي كده بطريقة آآ بطريقة عقل كده وبهدوء واحدة واحدة وبنزوم. بلاي نفسي خلصت والله بادري عن ما انا متخيلة يعني اتأخر ولا حاجة. انا بقى قلت اعمل شوية صلاطة التحينة على الاد وعايز اقول لكم نفضن السهم برضي يعني بعملها قليلة مش بكمية كبيرة وبردك بيفيد منها يعني لما فرح. هنا بقى اللهم صلى على النبي عصارتي كده انا مون وبحب ان انا احط كزبرة نشفة شوية كامون شوية فلفل اسود شوية ملح كده يعني. طبعا انا دوبت التحينة بشوية مية دفين. عشان المية الدفية بتفكها لك بسرعة. وخل ولمون وخلص على كده والحياء بتحال ملح وتمام على كده. يبت بقى طبقين صغنانين وقسمتهم كده اهو. قسمتهم بما يرضي الله. وخلصنا فكرة السلطات. نخش على ايه فكرة تدبيلة لا لسه. هنا بقى كان عندي شوية بصل كده آآ صغيرين. عطعتهم كده قشرتهم وغسلتهم وروحت ايه? استخدمت الكبه وده نادرا لما اختك تستخدم الكبه. تشي مغدب لك? نادرا. كبه بتاعتي معززها كده. آآ جيت هنا قلت بقى هدبل السمك بتاعي. حطيت نيشة وحطيت دقيق. حطي نيشة وبحطي دقيق. بصي نيشة وديق على بعد تحطيهم بيبقى السمك مقرمش كده وجميل معي كده. وابتديت بقى ان انا ادبل السمك بتاعي. بحب ان انا ادبله من جوة من بره كده بيبقى طعم ورحته ما اروعك. ما اروعك بتشفف. ناوي. شفتو? انا الام اللي تقلع عملي محشي تعمل لسمك. يا ترى مرة جاية عامل ايه? عامل ايه? كان في دماغي ان انا هنزل وهعمل مش عارف ايه ومدرك كيف. بشوف ايه السهل وان اللي موجود واعمله. كله اكل الحمد لله. سكي انا عجبهم. انا بحب بلطق كده على العيل. المهم بقى اللهم صلع للنبي يا رب اول حاجة دبلتها هي سمك الماكرونا. وبعد كده قلت ابتدي ادبل البلتي. بس طيب عم ادخل كده دقيق كده في الجوانب اللي انا فتحتها. هدية تيطلع معيك مقارمش كده وبصي بالكهرب كده. عارفين يعني ايه بالكهرب? كده. زي ما بقول لي كده. في ناس كا بتستغرب لي لما بحط في قلب السمك من جوة دقيق. اه يوف انت بتحط ليه في قلبه ديق عشان بيتحمر. بص انا بحط في قلبه ديق ببضره زي برا بالزبط. وبرجع ان انا نفضه. يعني بيطلع منه للدقيق مش بيفضل فيه. قس كده بيطلع لك طبقة حلوة من جوة من برا. اهو. في ناس اصلا بتفتح السمكية ديت خالص. بتبقى جميلة كمين. بيجي بقى على البتجاز اجري يا اختي على البتجاز. هو يجري وانا اجري اهو. هو زي ما بقولك كده. حطيت بقى الحل الامر ديت وقلت ابتدي اعمل اول حاجة الرز. تخش ع الرز. فقرة الرز. ايوة كده. قلت بقى حمر كده البتاعة ديت. البصلية ديت لحد ما تتحرق وغلع فيها وبعد كده تتعملي بها الرز. عشان يطلع صيادية هو كده. حطيت طبعا السمك جنبي برضو كده يتحمر عشان نلخص كده ايه? على طول. تمام كده. حمرت البصلة. حد ما ديتني اللون الامر ده. بعد كده ببتدي ان انا حط المية. حيقها بقى بشوية مرق الدجاج. شوية ملح. فلفل. خلاص على كده. سبها بقى تغلي وبتدي نزل الرز بتاعنا. ايوة بقى. شوية رز بيتكلموا. بتحدسوا عن نفسهم. هتشوف بلوقتي بص نشوف وفاق بنت عاملين. هنا بقى ايه? حمرت السمك كده وخليت وامر كده. طالع متكهرب ناشف كده وجميل. هو زي ما قولت كده. حلو متكهرب دي. كان مفروض احط السمك المكارونة الاول. بس انا نسيت. بس قلت يلا كل سمك ما جراش حاجة. دي جعت حطيت اهو. هنا السمك المكارونة كله مسك في بعضه. فبقيت ايه فك الخناء دي جتا. وخلاص بقى تعالوا كده نشوف اللي احنا عملناه كده النهاردة. هنا القطايف حطيتها. وابتديت ان انا سب لهم بقى المشروبات. اول حاجة ابتدنيها كده بالجوافة. هتطلقهم كده جوافة. انا ببطل اجيفه كبايات وعبي. بتعرفوا متعرفوش لايه. ساعة الكبايات بتبقى اكتر مننا يعني. طول ما احنا عادين بعد الفطار تلقونا بقى منكمل بقيت العصير ده. شوية قبل الفطار وشوية بعد الفطار. وهنا بقى آآ جبت برضو الطمر. عزو لكم الطمر ده عجبني جدا. جدا. طعمه كان جميل قوي. فضيته برضا كله كده في كبات كله. فضي كل الشفشة. ايوة كده. تمام كده. كده ارتحت. اهو. بيحضف الحض الشفاشي بقى. ايوة كده. وبعد كده اللام بصال على النبي جبت السلطات. سلطاته. اهو. ايوة كده. حطيت السمج. لعليك يا بيت يا فوف. بيت تفتح النفس بجد. حطوله عليك يا جماعة. حطوله لايك. حطوليك شمال في شواجيلك انا تعمنا في الفيديو. لنا بقى الرز بتاعنا الجميل الامر ده. شايفين الرز بقى نفلفل كده وايه. كتري في البصل كده وفلفلي يطلع معاك ايو عوشك. وخلاص على كده عايز اقول لكم ده كان يومنا البسيط النهاردة. يارب الفيديو يكون عجبكم. استنيني لللايك والكومنت الحلو. وقال لكم على الفي سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد.